روسيا وأوكرانيا هم المصدران الرئيسيان في العالم لمجموعة واسعة من المحاصيل الغذائية والصراع بينهما يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أزمة الغذاء الحالية هذا هو التحذير الذي جاء في تقرير حديث للأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيرش أشار في التقرير إلى أن العالم يواجه أزمة غذاء غير مسبوقة رجعت إلى ارتفاع الأسعار الغذائية أعلى من أي وقت وضع بسبب الحرب في أوكرانيا لا يوجد حل حقيقي لمشكلة الأمن الغذائي العالمي دون إعادة الانتاج الزراعي لأوكرانيا وانتاج الأغذية والأسمدة لروسيا وبيلاروسيا إلى الأسواق العالمية على الرغم من الحرب وأنا مصمم على بدل قصار جهدي لتسهيل الحوار الذي يمكن أن يساعد في تحقيق هذا الهدف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والعقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب جراءها على موسكو أدت إلى الترابات في إمدادات القمح ومواد غذائية أخرى تنتجها روسيا وأوكرانيا كما دفعها بأسعار الوقود للارتفاع ما فقم التضخم لا سيما في الدول النامية لا يخرج الكثير من الحبوب أو السلع من أوكرانيا هناك سلع تأتي من روسيا لكنها تخرج بتكلفة أعلى بكثير لذا ضع نفسك الآن في وضع تكون فيه في بلد منخفض الدخل أو متوسط منخفض لنفترض أنك تنفق 50% من دخلك أو أكثر على الطعام وفجأة أصبح طعامك أكثر تكلفة وهذا هو ما نراه في أجزاء كثيرة من العالم اليوم التقرير والأممي الحديث قال إنه في العام الماضي كان نحو 190 مليون شخص في 53 دولة معرضين لخطر عدم الأمن الغذائي وهي زيدة كبيرة مقارنة بالعام 2020 بينما من المتوقع أن يتفاقم وضع الأمن الغذائي العالمي أكثر خلال العام الجاري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر